السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبر جديد جدا ان مصر صمعات موبايل سيء الخبر بيقول ان مقونات 45% منه مصموعة مصر وده حاجة جمالة جدا مفيش حاجة سمعها موبايل مصموعة كله نادران جدا مشوكات كبيرة جدا بس زي ايفون اللي ممكن تصمع مقونات كلها انما اغرى الموبايلات في باقي جوزق معين باعتمد على شركة ثانية مثلا الشاشة ممكن تشيب باية ممكن حاجة معينة اعرف ان هو طرس كتير جدا عشان يعملها فبيعتمد على شركة ثانية فانا مشوكات النجوز من الباونات تكون مصموعة بس الموب ما تكون همستنع حاجة من جوه ما مش همستنع على الكهر بس خلاص تمام؟ ولو هو نفس المنتج الاخر اللي هو مش مصري او مش عربي واغلى سنة بس نفس الجودة ما مشيش حاجة وتنين بعد يومين هشتريه تمام؟ يعني لو هو مثلا الموبايل برا بمية دولار وفي مصر بمية وعشرة دولار ما فيش مشكلة في العشرة دولار دي ده اعمل نسمع على المحلية بس يكون بنفس الجودة ما جيبش حاجة بعد تهربع ثيان ما يشتغلش ويتهمه لعني دولة كده ايه؟ اهدار وترجيع الفساد على اللي بحسن طيب ده في العموم بالنسبة للموبايل سيكو هو زي ما قلنا اخون سابعين في النوم من التجارة المصرية وقالوا ان هي نفس الشركة اللي كان بتعمل مشروب زي البيبسي اسمها شركة سيكو وتحولت من مشروبات غازية لموبايل موبايل لكن ما استشفيته يعني انا بحاول اعرف شوية معلومات عن الموبايل اه عندي بيانات ومعلومات بس موصلش النافعات المعرفة يعني الكلام اللي انا اقوله ما عنديش وصائق عليه اخي ازا كده بس انا عاد تدور على حاجات تأكد وجود الموبايل مفيش يعني ان انا استشفيته ان الموبايل بيستورد نصين جايز مكتوب عليه فنع في مصر تمام مجرب الموبايل دوت اتمنى ان الكلام يطلع خلط بس ده بقولك اللي انا اثناء تدويري وسائلت الناس كتيرة في الموضوع دوت اتقال له اخمام ساعة مثلا بنتصبه في الصين انه بقوله ان احنا عايزين الف موبايل هو اللي انت عايزه بس بيكون مكتوب عليه صنع في المانيا او صنع في مصر او 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 فكده انا بدحك على زمون ده انا بقوله ان ده منتج مصري وشجع منتج مصري وبيعلك الحاجة اللي هي خمسين بمية عشان التشجيع للصناعة المصرية وفي الاخر هو كله صيني وبيجي الصيني متأفل وهو بيحبولك فخلزني قبلنا محاجز كده لازم كون مصدقية لما تقوله ان هو صينيها وانا عايز السنة بشتريه لما تقوله ان هو اخي امسر بعيد في المنونة المصري وانا واصف بكلمك اشتريه بس انا باش فيه اضحكة على الموضوع تلاس كتيره بتعمل الموضوع ده واعرفهم شخصيا يعني اتكلمت معاهم قال لي اول موضوع بسط جدا بتلفع بابلة فخصيد ويكتبه هو عايف وعايز بياه لو هو بشتري معايحة خاصة لو اكتبه صنعة في مصر اكتبه صنعة في مصر اكتبه صنعة في مصر اكتبه صنعة في مصر من دين الطلاب قال لي ان في واحد كان جاب بانطلون وقال له ما طالل انا عايز من البانطلون ده الف واحد وكان في غلطة في البانطلون ناتشة معينة تاني يوم لو ام عمليلهم الالف بانطلون كلهم فيها نفس الناتشة وقال له انا رحت معاه في غالية وكان بيعاملي كان بيروح يشوف طاحة في المجودة الكبيرة ويجيبها ويروح يقول لهم انا عايز حاجة زي دي مثلا منكم فوريها لهم في تاني يوم وقابلوا خمس حفظ يقولوا ديب الف و ديب مية و ديب عشرة و ديب واحد و ديب خمسة يقول لي انه فرق مش عارف فرق برمخهم وانا لما اتغلت على النت وبدور لازف مينشات كافتينية اسمها سيب وبصنع موبايلات والموقع بتاعها يعني جاهز ان هو اي حاجات تطلبها مني فانا نفسي حد يأكد للمعلومة يقول لي لا احنا هنشغال في المصنع ومفرع بصدنا على الحياة ديب لا ده المبادر مش حقيقي ايه انا دورت في كلام الناس ودورت في الصور ودورت في انتجال نفسي عليها صورة من جول مصنع عليها حد يكون شغال في المصنع في دول بتبتدي زي مصر جول كتيرة جدا تصنعت المبايل مفروش اي مش هو فالص وانا بنفسي حصلت تجربة زي دي في مصر لنتنا كمنا فريم من عمل و وصمعنا رمات وصمعنا ماذا بورد وصمعنا حاجات كلها بس كان الموضوع في مشكلة تكنية كده فالحاجة تبقى كبيرة لانها محتاجة مصانع استعمل تمام يعني الماذا بورد كتتأدي تانية مرتين الرمات كتتأدي الرمات العادية تلت مرات تمام لانها كنا بنعملها مانيوال فكتكفل بمشكلة وطالما حاجات مستين بعتها لنا على طول وبس المشكلة في الجماريك رغم من المهمة كانوا بعتنا لنا هدية يعني هو بلا تشوف المنتج لو عجبك ابدأ اشتري مننا فكنا بعتنا لنا كوهتين ففي الجماريك فرضه جماريك كبيرة فالنها فاس خور واحدة فقدنا احنا وروحنا للراجل اعمال كبير جدا جدا صاحب شركة صاحب قنات اعلامية كبيرة وراجل اسم بريزر على غرفة مجايب كتير قال لنا انا مينفعش قربي فلوسك السوق المصري وفي زل عدم استقرار انت تبتقد مني المشروع هياخد خمسة سنين على ماء من الحاجات دي وعلى ماء من الحاجات دية وهيجيب ارواح كتيرة بس انا مخاطرش في حاجة زي كده ده كلام ده ينحصن بورك بفضل وقتي قال لنا انا مقدرش يقرمي فلوس في حاجة زي كده انت كده بتخلينا خاطر في حاجة ممكن اخسر فيها وانا عايز الفلوس اللي بمعاتها اي وقت انا عايز اجيب بمونتاج انا ازاله اجيب تغير سافس اليوم ما يفعش ان انت تقول لي اللي ارباح بتاعت فيه بعد فترة انا ما بقولش ان اللي بغاية كله مصريين وبقولش ان اللي بغاية كله مصري في مصر ما بقولش ان هو خسار في المائة بقول لنا انا دورت عالنت وبتهاكت وسألت وعملت بس ما ليش اي معلومات تأكد ان هو صنع في مصر بالعكس كل المعلومات بتقول انها واحدة مال كبير جدا ما نكونش مصري في حاجة نتأكد من المعلومات وانا بقول لكم لو هو وطلع مصري اكيد انا حاول قاتل ان كانت اعمال الموضوع واشتريه وربنا يكرم ونقدر نصنع الحاجة دي في مصر حقيقة مش كده يعني مثل انا حاجة دي تصنع في مصر تصنع ايباد وايفون وصنع تابلت وصنع موبايلات كتيرة حقيقة مش يشعر مش كده مش رش مش كفته